أهلا بكم إلى العراقية السورية فيما الاهتمامات تتركز على جبهة الجنوب السوري التي تقوم بتنسيقها غرفة عمليات بإشراف أمريكي إسرائيلي وعربي سجلت تناحر بين الجماعات التكفيرية في سوريا مرحلة جديدة عبر الدخول في تصفية القيادات العسكرية ولعل مقتل أبو خالد السوري أحد قيادي حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية أمس بمدينة حلب يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب الصراع هل هو صراع نفوذ ومغانم على الأرض أم هو صراع لحفظ الأدوار بين الداعمين والممولين من الخارج ضربات كثيرة تلقتها تلك الجماعات من خارج التناحر فيما بينها عدد من قادة تنظيم عبدالله عزام في قفضة الأمن اللبناني عدد من قادة التكفيريين قتلوا في سوريا في المواجهة مع الجيش وأيضا في العراق حيث يخوض الجيش العراقي معركة مفتوحة في الأنبار ضد داعش الذي يحاول استيعاب عمليات الجيش عبر تقسيم المحافظة إلى ثلاث ولايات هي جبهة واحدة ضد التكفيريين من لبنان إلى سوريا وصولا للعراق وجبهة ثانية بين تلك الجماعات التي تتناحر في سوريا على وقع الحسابات السياسية والاستراتيجية للقوى الإقليمية والدولية الغربية في الحرب على سوريا هل من معايير غربية وإقليمية مزدوجة في التعاطي مع هذه الجماعات التكفيرية وهل من وظائف أو مهمات محددة كلفت بها هذه الجماعات بعيدا عن حسابات المعارضات السورية وخصوصا التي أعلنت موافقتها على الحل السياسي أدرجت رئاسة الكنيسة الإسرائيلي مشروع نقل السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى على جدول أعمال يوم غدا الثلاثة المشروع قدمه في وقت سابق نائب رئيس الكنيسة موشي باغلين على الرغم من أنه أثار موجة واسعة من الاستنكار أعلن رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي استقالة حكومته مبررا ذلك بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد الببلاوي وفي بيان الاستقالة رأى أن مصر قطعت شوطا مهما في مسيرتها نحو بناء مجتمع ديمقراطي بعد إقرار الدستور وأضاف أن البلد معرض لمخاطر كبيرة موقع بوابة الأهرام نقل عن مصادر أن هناك توجها لتكليف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب تأليف الحكومة الجديدة أفاد مراسل الميادين في دير الزور بمواصلة الجيش السوري قصفه لمواقع وتجمعات مسلحي جيش الإسلام وجبهة النصر والجيش الحر في محيط مطار دير الزور الدولي وحواجة المراعية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المسلحين ويحاول المسلحون استعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري أمس أثناء تقدمه في قرية حواجة المراعية مع قليل مسلحين رأى جهاز الاستخبارات الخارجية النروجي أن التهديد الإرهابي ضد النروج سيتفاقم العام الحالي نتيجة للنزاع السوري حيث يشارك فيه عشرات الرعاية من الدول الإسكندنافية وذكر رئيس الجهاز أن أولئك الجهاديين غالبا ما ينشطون في صفوف الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا على غرار داعش والنصرة وقد يعودون متمرسين في القتال كشفت إيران عن رأس باحث ذكيا للصواريخ البلستية ودروع مركبة ذكية الرأس الجديد يتميز بقدرته المركزة على التدمير وأمكان العمل في البر والبحر وكانت إيران قد اختبرت عشية ذكرى انتصار الثورة صاروخين بلستيين يأتي ذلك فيما يطالب الغرب بإدخال الصواريخ البلستية في المحادثات النووية اعتبر رئيس الوزراء روسي ديمدري مدفيدف أن شرعية عدد من أجهزة السلطة في أوكرانيا تثير الكثير من الشقوق وانتقد اعتراف الغرب بها وفي حديث للصحفيين أكد مدفيدف أن موسكو مستعدة لاستئناف التعاون مع كييف حيث يتم تشكيل سلطة عصرية مبنية على الدستور والقانون وأكد التزام موسكو بالاتفاقيات الموقعة مع كييف وكان الرئيس الأوكراني الموقعت أليكساندر تيرتشينوف قال إن الاندماج مع أوروبا أولوية لدى أوكرانيا كلام تيرتشينوف جاء بعد نقل صلاحيات الرئاسية إليه بصفته رئيس البرلمان الرئيس الموقعت قال إن أوكرانيا مستعدة للتحدث مع روسيا لمحاولة تحسين العلاقات على أسس جديدة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل سيعلن خططا لتقليص حجم الجيش الأمريكي ليصل إلى أصغر حجم له منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية الصحيفة أضافت أن خطط هغل تأتي بالحسبان أو تأخذ بالحسبان الوضع المالي وإجراءات التقشف التي تعتمدها الحكومة ويصر المسؤولون على أن الجيش الأمريكي بعد عمليات تقليص أعداده سيبقى قادرا على قهر أي عدو كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاجون قولهم إن هذه الخطط حظيت بموافقة هيئة الأركان المشتركة نعود إلى سلمة في إطار التناحر بين الجماعات التكفرية قتل القيادي في تنظيم القاعدة وأحد أهم مؤسسي تنظيم أحرار الشام المعروف بأبو خالد السوري على أثر الهجوم الانتحاري استهدف اجتماعا لقادة من الجبهة الإسلامية الهجوم نفذه تنظيم داعش على أحد مقار التنظيم في حي الهلك بحلب أبو خالد كان على علاقة وثيقة بأسامة بن لادن وأتولى دور الوساطة لوقف القتال بين داعش والنصر ضربات كثيرة تلقتها الجماعات التكفرية والقاعدية ليس في سوريا وحسب وإنما في لبنان والعراق ومناطق أخرى كاليمن هبة الله بيتار أبو خالد السوري أمير حركة أحرار الشام ورفيق بن لادن والظواهري ليس أول قادة القاعدة الذين يقتلون في سوريا ودول الجوار قادة كثر لقوا مصيرا مشابها منهم الرجل الثاني في تنظيم داعش أبو بكر العراق الشايب والقائد العسكري العام للتنظيم عماد أحمد إضافة إلى القياده في كتيبة سقور العز أبو مصعب الأنصاري والقيادي في جبهة النصر حسين الجولاني جميعهم قتلوا أثناء المعارك في سوريا أما في لبنان فاستطاع الجيش إلقاء القبض على عدد من قادة القاعدة لعل أبرزهم ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبدالله عزام والضالع في تفجير السفارة الإيرانية في بيروت الذي توفي بعد اعتقاله ونعيم عباس الموقوف عند استخبارات الجيش اللبناني إضافة إلى الشيخ عمر الأطرش المتهم بنقل المسلحين إلى الداخل السوري وتسهيل نقل وتوفير سيارات للمجموعات التي يشتبه في تنفيذها تفجيرات في لبنان أخبار مقتل قادة القاعدة تتوالى من العراق أيضا ولسيما خلال العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ومنهم القيادي في التنظيم شاكر هيب ووزير الحرب في داعش أبو عبد الرحمن البلاوي كما قتل والي الفلوجة أبو البراء الشعاني والقيادي في الموصل أبو طلح الليبي تنام نشاط القاعدة شمال السورية طرح تساؤلات عديدة عن المساعدات التي تقدمها تركيا إلى هؤلاء المقاتلين ولسيما في تسهيل عبورهم اتهامات سبق لرئيس السوري بشار الأسد أن وجهها إلى أنقرة التي نفت السماح للجماعات المرتبطة بالقاعدة بعبور حدودها ومن دمشق ينضم إلينا الخبير في شؤون جماعات الإسلامية الدكتور محمد الشيخ كما ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي سعيد الجياشي أهلا بكما أبدأ معك سيد الكريم من دمشق عمليات جديدة وتصفيات لقيادات يعني دخلنا في مرحلة جديدة كانت التصفيات بين هذه الجماعات الآن دخلنا إلى تصفية القادة برأيك ماذا يعني هذه التصفيات هكذا نوع منها وكيف ستنعكس على الميدان بالتأكيد أن هذه التصفيات أو تصفيات القادة لم تأتي من فراغ إنما أتت لأسباب عدة لعل أهمها هي الضربات التي يكيلها الجيش العربي السوري وكذلك الجيش العراقي لتنظيم القاعدة فبالتالي أصيبت القواعد بحالة من الإحباط واليأس اتجاه قياداتها التي لم تستطع أن تنقذها ولا أن ترفع معنوياتها هذا من جهة ومن جهة أخرى المشارب المختلفة والأجندات المختلفة التي تنفذ على الأراضي السورية والعراقية وتنفذها هذه التنظيمات المسلحة أيضا جعلت أن يكون تصفيت القيادات في الحسبان نحن نريد أن نركز على تصفيت أبو خالد السوري أو ما يعرف أبو عمير الشامي عندما كان في أفغانستان وفي البوسنة وفي شيشان وغيرها له تاريخ حافل في قضايا الإرهاب وقد كان كما ذكرتم الصديق الشخصي لأسامة بن لادن وبعده لأبي مصعب الزرقاوي وأبو عمر البغدادي ثم عين من أيمن الظواهري في مدينة حلب أو في سوريا لكي يحل النزاع بين داعش من جهة بقيادة أبو بكر البغدادي وبين جبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني قال هذا الرجل أو أبو خالد السوري بخروج جبهة النصرة أو بخروج داعش من الحدود السورية أو أن تقاتل تحت لواء الجولاني مما أثار حفيظ داعش ضده وهو انتقد داعش في أكثر من تسجيل وفي أكثر من بيان فأعلن هدفا مشروعا لداعش وأنهم سوف يرسلون له خمسة انغماسيين وهو اسم يصطلح على التفجيرين أو الانتحاريين خمسة انغماسيين وقد نفذوا تهديداتهم إذن نستطيع أن نربط ونقول بأنها أجندات مختلفة من جهة وأمور شخصية وإحن شخصية من جهة أخرى وانهيار للمعنويات من جهة ثالثة نعم أنتقل إلى ضيفي من بغداد سعيد الجياشي خبير أمني وستراتيجي من جديد أرحب بك هذا يعني أن هناك صراع بين الممولين والداعمين لهذه الجماعات وبين النفوذ والغنائم لهذه الجماعات هل الصورة كذلك كما تفضل بها ضيفي من دمشق؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة ميادين ابتداء الحقيقة أنا لما أسمع ما قاله ضيفك ولكن بقدر ما يغطي السؤال الذي تفضلت به هناك ثلاث حقائق مهمة يجب أن نتوقف عندها الحقيقة الأولى أنه لتنظيم القاعدة كقيادة عالمية انتهت لا توجد قيادة عالمية موحدة لتنظيم القاعدة بل هناك امتدادات وفروع لهذا التنظيم وأستطيع أن أقول هو أقوى فرع بقى يعمل لهذا التنظيم هو تنظيم موجود في اليمن النقطة الثانية والحقيقة الثانية الفصائل المسلحة الهرابية بكل مسمياتها التي تعمل على الأرض السورية حقيقة جاءت وفق أجندات مختلفة ولا توجد وحدة هدف إلا القتال حقيقة يتفقون على القتال وربما حتى القتال فيما بينهم هو أجندة مطروحة للعمل لهذه الفصائل المسلحة والسبب في ذلك أن أغلب هذه الفصائل وعناصرها من الإرهابيين المتعددية الجنسيات إذا صح التعبير أتوا بقوارب دول وليست بدولة واحدة كثير من الدول والأجهزة المخابراتية سهلة لهم الدخول إلى سوريا والقتال في سوريا الحقيقة الثالثة والمهمة حقيقة أنه تنظيم ما يسمى بداعش أو دولة العراق والشام هذا التنظيم حقيقة انفلت عن القيادة العالمية وبدأ يفرض أجندة على الأرض ويتعامل بمعطيات واقعية ويريد لنفسه ولقيادته التي ربما أغلبها من العراقيين هذا التنظيم يريد أن يفرض نفسه ويجعل كل البيع الموجودة على الأرض في سوريا أو ما يستطيع الحصول عليه من بعض المناطق في العراق تحت لواء هذا التنظيم وهذا سبب خلافا كبيرا بين داعش وبين جبهة النصر من جهة وبين الفصائل الحقيقة والقيادات الإرهابية التي كانت جزء من تنظيم القاعدة ولديها ارتباطات مباشرة مع إسامة بن لاذن في حياته أستطيع أن أقول هذه المختلفات أو هذه الاختلافات وهذه المعطيات هي سبب حقيقي للخلاف ونقطة أخرى جوهرية أنه بعض الدول التي كانت على دعم كبير دعم مالي ولوجستي الآن تغيرت مواقفها وبدأ يجف حقيقة ويتجفف كثير من منابع الدعم لهذه المجاميع مما سبب هذا الخلاف الكبير والواسع ونتوقع حقيقة تفتيت ونتوقع أنه ستتفتت كثير من هذه الفصائل الإرهابية وفقا للمعطيات والأجندات والمصالح والعناصر المؤثرة والضربات التي تلقى هذا التنظيم على الأرض السورية أو في العراق بشكل واضح وجلي أن التنظيم وتنظيم داعش أتكلم عليه على الأرض العراقية الآن هو يترنع تحت ضربات المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في العراق سنأتي على مناقشة داعش في العراق بتفصيل أكثر من فضلكم سنستمع إلى هذا التقرير ومن بعده سنعود إلى النقاش تحاول البحث عن تفاصيل الجماعات المسلحة المقاتلة في سوريا فتغرق في مئات الأسماء والجبهات ولا يبدو هذا مستغربا حين تعرف أن عدد هذه الجماعات يصل إلى نحو ألف جماعة تضم عشرات آلاف المقاتلين سار الحاف والتفاصيل أهلا بكم مئة ألف مقاتل يتوزعون على أكثر من ألف فصيل الصورة العسكرية للمعارضة المسلحة تظهر وعلم نحو الآتي هيئة الأركان العامة للجيش الحر بقيادة عبدالإله بشير النعيمي أقوى الجماعات المقاتلة في سوريا انضوت تحت معرفة بالجبهة الإسلامية يقدر عدد المقاتليها بخمسة وأربعين ألف مقاتل تحالف ضم أكثر من عشرين مجموعة تسعى إلى تأسيس دولة إسلامية في سوريا وتؤدي دور الوسيط بين الجماعات الإسلامية الموالية لهيئة الأركان العامة والجماعات الأخرى المتشددة التي لم تنضم إلى الجبهة كجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وإن كانت تشارك معها في القتال ويقدر عدد المقاتلين في هذين الفصلين بأكثر من عشرة آلاف مقاتل أما أبرز فصائل الجبهة الإسلامية فسقور الشام جيش الإسلام لواء التوحيد حركة أحرار الشام الإسلامية كذلك تنضم إلى لائحة المجموعات المسلحة مجموعات مستقلة كألوية أحفاد الرسول وجبهة الأصالة والتنمية وهيئة دروع الثورة وغيرها كيف تتوزع هذه الفصائل على الأراضي السورية في ريف دمشق وتحديدا في الغوطة الشرقية يسيطر الجيش الحر وفصائل الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة على بلدات دومة والمليحة وحرستة وعدرة وكذلك مناطق رنكوس ويبرود في القلمون في حلب وريفها حضور قوي للواء التوحيد وأحرار الشام مع انتشار ضعيف للجيش الحر أما حول مطار حلب والسجن المركزي حضور بارز للنصرة التي تقود المعارك هناك أما داعش فتنتشر في أعزاز المدينة والريف المحيط بعزاز قرب الحدود مع تركيا في حمص القديمة وجود لكتائب الفاروق بينما حضور النصرة ضعيف أما في حمص الجديدة وتحديدا حي الوعر فحضور لكتائب الفاروق فيما يسيطر الحر والنصرة على جبهات شمال حمص أي رستا وتلبيسة والحولة مدينة الرقة بالكامل وغالبية المحافظات تحت سيطرة داعش فيما يظهر في دير الزور حضور قوي للنصرة وأيضا مقاتلي الطالبان وجيش الإسلام ومقاتلي الطالبان تدربوا في أفغانستان مقرهم بلدة شحيل التي يكثر فيها الانتحاريون هذا كان في دير الزور أما مطار دير الزور تحديدا فيحاصره جيش الإسلام أما إذا انتقلنا إلى مدينة درعة فسيطر فيها للجبهة الإسلامية وجبهة النصرة أما ريف درعة فانتشار هناك يسجل للجيش الحر هذا كان كل شيء أعود إلى متابعة النشرة أعود إلى ضيفي الدكتور محمد من دمشق دكتور تحدثت ذكرت أن هناك أجندة مقابل هذا الصراع على الأرض بين الجماعات المتشددة هناك أجندة خارجية طيب كيف يمكن القول أن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه الجماعات حين نسمعها أنها تدعم الجبهة الإسلامية والتي تضم فصائل عديدة بينها أخرار الشام وهذه بنت من بنات القاعدة وتصفها بالمعتدلة ومقابل ذلك أن أبو خالد هو صديق لبن لادن لنحارب القاعدة من جهها وندعمها من جهة أخرى كيف نفهم؟ أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وربما في لقاء سابق مع حضرتك قلت بأن لا مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية ولا مصلحة للغرب ولا مصلحة لكل هذا الفكر الاستعماري أن تتوحد المعارضة السورية سواء كان هذا التوحد عسكريا أو سياسيا لأن المصلحة في التشرذم يريدون تدمير المقدرات السورية يريدون تدمير سوريا تدمير الشعب السوري تدمير البنى التحتية السورية تدمير الجيش السوري وكذلك الجيش العراقي فإذا عندما يكون أو تكون هذه المعارضة سوف تكون قادرة على ملء الفراغ في حال هزم الجيش السوري أو الجيش العراقي وسوف تكون هناك دولة قوية ممكن أن تشكل لهم ما يشبه الاستعصاء أو ما يشبه الصعوبة في التعامل معها ولكن عندما يقسمونها إلى شراذم وقد قال التقرير بأنهم حوالي الألف فصيل يحترب ويحارب يحارب بعضه من جهة ويحارب الجيش النظامي من جهة أخرى فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا الفصيل وتدعم ذاك الفصيل لكي يستمر التشرذم ويستمر الاحتراب وتستمر سوريا مشتتة مقسمة ولا يقوم فيها أي حكومة قوية سواء كانت هذه الحكومة هي من داعش أو من غي أو من النصرة أو من لواء التوحيد أو كتائب فاروق أو غيرها أو الجيش النظامي أو استمرار الحكومة من عدمه لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على هذا التشرذم لأنها تعي تماما أن في التشرذم دمار لسوريا اقتتال سوريا هي مقدمة لحرب أهلية تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هيهات السوريون أكبر من أن يحتربوا وأكبر من ذلك دفعوا لذلك هم دفعوا بتنظيم القاعدة كما دفعوا به في سبعينيات القرن الماضي وثمانياته باتجاه الاتحاد السوفيتي السابق واتجاه الاحتراب ولكن ذاك المارض الذي خلقوه فلت من عقاله وكانت ضرباته موجهة لهم وهم الآن في سوريا لا يريدون تكرار هذه العملية أن يخلقوا قاعدة واحدة يريدون أن يخلقوا قواعدة شتى لكي لا يكون مرتدا عليهم في المستقبل نعم سيد سعيد الجياشي الآن سمعت إلى ضيفي الدكتور محمد الشيخ من دمشق هل هذا يعني أن هذا التشردم هو مقصود طالما أن لهذه الجماعات أهداف أو هدفان إسقاط الحكم القائم سواء في سوريا الرئيس بشار الأسد ونظامه سواء في العراق نتحدث عن حكومة السيد المالكي وإقامة الدولة الأسلامية علما أنه حتى الآن ليس من رؤية موحدة لشكل هذه الدولة حقيقة ربما سأذهب بتفصيل أكثر دقة نحن في العراق لدينا تجربة بهذه الحركات الإرهابية لأن في العراق تعاملنا مع مئات الحركات الإرهابية وفي 2006 عندما حصل حلف المطيبين الذي اجتمعت في ست حركات إرهابية وكلها شكلت مجلس شورى المجاهدين الذي كان هو نواتا لتشكيل ما يسمى بالدولة الإسلامية هذه الفصائل الحقيقة لو وضعتها تحت المجهر لو وجدتها شيئا عجيبا بعضهم سلفي تكفيري بعضهم عدهما إيديولوجيات قومية بعضهم عدهما إيديولوجيات سياسية بعضهم أجندات مرتبطة بمجاميع ترتبط بمخابرات دولية وإقليمية كل هذه الحقيقة العناصر تتحرك بوحدة جبهة ووحدة هدف هو إسقاط مفهوم الدولة هو العبث بالدولة بكل مؤسساتها سيد سعيد هل يمكن إسقاط هذا المثل على سوريا؟ نعم على سوريا حقيقة هناك ثلاث محاور أساسية ابتدأت فيها المشكلة في سوريا هناك بعض الفصائل وبعض الجيش الحر وبعض ما يسمى بالمعارضة السورية التي كانت ترفع شعارا وتتمحور بمحور إسقاط النظام في سوريا إسقاط النظام السياسي وتطلع لبناء النظام السياسي آخر وتقف خلفها دول ومحور آخر بقى حقيقة يطالب بأجندات إسلامية متطرفة وزج عناصر من الملتزقة في سوريا وتم العبث بالاقتصاد والبلد التحتية وتفكيك حقيقة المدن السورية بهذا الشكل الإجرامي ومحور ثالث حقيقة بدأ يتكلم بلغة سياسية وشكل بعض الخلايا السياسية المجلس السوري وبعض المسميات السياسية التي اجتمعت في أنقرة وفي فاريس وفي دول خليجية من أجل إعطاء غطاء سياسي اليوم الحقيقة مختلفة تماما اليوم المحور الدولي أو الدول التي ساندت هذه المجاميع وكانت تدعم إسقاط النظام اليوم تغير موقفها لتتعامل مع النظام اليوم هناك محور والمحاور كلها اتفقت أن تتعامل مع النظام وأن تبدأ بخارطة طريق جديدة إلى سوريا بعد ما عجزت وفشلت في مشروحها إلى أساس الذي كان هو إسقاط النظام في سوريا اليوم أمام حقيقة أصبح الجلية سيد سعيد ما هي البوادر لهذا الكلام يعني مؤتمر جونيف 2 لم يأتي بجديد والكل يتحدث عن فشل هذا المؤتمر والعودة إلى الحديث عن تسخين الجبهة الاردنية الجبهة الجنوبية لسوريا بالتالي أين هي بوادر هذا الكلام الذي تفضلت به البوادر هو لو تطلعنا جيدا موقف الاتحاد الأوروبي لو تطلعنا جيدا ما يحصل في بعض الدول الأوروبية وعلى رئيسها بريطانيا من إسقاط الجنسيات وتحديد المحددات الأمنية للمواطنين الذين ارتحقوا بهذه المجامع الارهابية البوادر هو جنيف نفسها قبل جنيف كان لا يحترفون بالنظام السوري اليوم يجسون ويحاولون الجلوس مع ممثلي النظام السوري وجه لوجه من أجل وضع خارطة الطريق هذا ما كان سابقا موجود الرؤساء الدول تكلمت بشار الأسد انتهى وعلى بشار الأسد أن يغادر ولا يقبلون شيء اسمه نظام اليوم الوضع مختلف سيدتي ودعيني أفصل بعض الشيء حقيقة عندما الآن حتى للشعب السوري ولمحيط الإقليمي الذي يراقب بحيادية مجردة عندما يرى الدولة السورية تدمر والشعب السوري يستنزف بهذا الشكل وحتى البنية الصناعية تدخلت دولة جارة لسوريا وبدأت تفكك هذه المصانع التحويلية أو الثانوية وتنقلها أصبح المشروع واضح بكل حقائقه وهذه المجاميع الإرهابية الإجرامية لا تعرف إلا القتل وهي بمسميات مجاميع تخريب ومجاميع قتال ولا يمكن لها أن تكون قادرة على إدارة دولة ردا من فضلك على نقطة بأن جينيف 2 بحد ذاته هو التحول أو المفصل البعض يعتبر أن الولايات المتحدة تعرضت لخديعة في هذا المؤتمر من قبل الروسي وأن النظام هو خرج الفائز الأكبر سياسيا وأعلاميا على كل حال سنتحدث أكثر الآن عن مخاوف الدول التي تخشى من عودة هذه الجماعات المتطرفة ابقيا معي من فضلكم السعودية في حال تأهب بعد انضمام أعداد غفيرة من شبابها الجهاد في سوريا عنوان برز في صحيحة التايمز البريطانية الصحيفة ذكرت أن السلطات السعودية اعترفت بمغادرة نحو الألف شخص للقتال في سوريا لكن مصادر أوروبية استخباراتية قدرتهم بنحو ثلاثة ألاف ما يرفع من حال التأهب لدى سلطات المملكة في حال عودتهم خوفا من تجدد العنف الصحيفة أشارت أيضا إلى وجود العديد من السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام يقاتلون في سوريا إلى جانب المعارضة السعودية في حال تأهب ثلاثة ألاف سعودي يعتقد أنهم ضموا للقتال في سوريا أرقام وكالات الاستخبارات الغربية التي نقلتها صحيفة التايمز البريطانية توازي ثلاثة أضعاف ما أعلنته السلطات السعودية سابقا أجرس الإنذار قرعت شبح بن لادن يطارد المملكة الزعيم السابق للقاعدة دعا في الثمانينات إلى إطاحة العائلة المالكة بعدما كانت السعودية قد دعمت المجاهدين الذين حاربوا الروس في أفغانستان صحيفة التايمز قالت أن مسؤولين فيديات حذروا لأشهر من أن السعودية واجهت مخاطر تكرار الأخطاء المملكة التي اتهمت بغض الطرف عن الدعوات للمشاركة في القتال خارجا ها هي اليوم تتأهب لتفادي العكاسات المحتملة أصدرت أخيرا تشريعات تقضي بسجن السعوديين الذين يشاركون في سراعات في الخارج الوقائع تفسر أيضا التغييرات في القيادة العليا في المملكة وفق التايمز وسط مخاوف من تراكم مشاكل طويلة الأمد حالما ينتهي السراع في سوريا مخاوف تنسحب على الكثير من الدول الأردن يبدو أنها باشرت تبني إجراءات تتعدى محاكمة العائدين من سوريا المتهمين باختلاق الحدود والانتماء إلى تنظيمات إرهابية هم نحو 1500 من أبناء الطيار الجهادي الذين يعتقدوا أنهم توجهوا إلى سوريا قادة سلفيون قالوا إن السلطات بدأت بمنع عودة المقاتلين الأردنيين على المعابر الحدودية قرار ما زالت تتكتم عنه السلطات الأردنية وأعود إلى ضيفي من العراق الدكتور محمد الشيخ بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز بأن هناك حالة تأهب في السعودية وحالة خوف لدى المملكة من عودة هؤلاء المتشددين إلى الداخل المملكة أنتم سواء في سوريا أو حتى في العراق تتهمون السعودية بتمويل ودعم هذه الجماعات الآن السعودية في حالة أخرى وتبعت التقرير وتبعت أيضا مصادر عن المملكة منذ فترة من قوانين تجرم هؤلاء طبعا السعودية جرمت هؤلاء ليس كرمة لعين سوريا أو لعيني العراق هي جرمت هؤلاء من أجل أن لا يعودوا لكي يعلموا بأن عودتهم تشكل لهم إشكالا أو مشكلة لدى الطرف السعودي فبالتالي إما أن تموت وأنت هناك أو أن تبقى هناك فلذلك السعودية جرمت وقالت بأن من يعود ربما يتلقى عقوبة السجن من ثلاثة إلى خمسة وعشرين سنة ولكن أريد أن أقول كما صرح أحد قيادية القاعدة واسمه طارق الفضلي لأن القيادات السعودية أخرجت بعض السجناء من السجون السعودية مقابل ترحيلهم إلى سوريا عن طريق تركيا وإدخالهم إلى إعزاز حلب لكي يقاتلوا هناك فإذن السعودية لم تقف مكتوفة الأيدي باتجاه القضية السورية بشكل سلبي هي ساهمت بإمداد من يقاتل في سوريا بالبشر وبالمعلومات وكذلك بالأسلحة هذه الأسلحة وتسخين الجبهة الجنوبية من يدفع فاتورة الأسلحة الأمريكية المرسلة لهؤلاء أو التي سوف تصل إلى هؤلاء المسلحين السعودية فإذن السعودية تريد أن تبرئ نفسها أمام رأيها العالمي أو رأيها العام الداخلي الذي بدأ يثور وينطفض لأن الآلاف من القتلى وآلاف التوابيت بدأت تعود إلى السعودية محملة بجثامين القتلى السعوديين الذي قتلوا على الأراضي السورية ألا يعني سيد الكريم باختصار قبل أن أدخل إلى الفاصل من فضلك ألا يعني أن هناك هذه الوقائع تشير إلى تغير ما في السياسة السعودية هذا التغير حتمي وليس اختياري هم تحت ضربات الرأي العام الداخلي لأن أصوات الأهالي بدأت ترتفع وكذلك ما يحدث في المحافظات الشرقية في القطيف وغيرها هذا التغير أمر حتمي وليس إرادي دكتور محمد سنتابع بالتفصيل الحديث عن هذا الأمر وأيضا السيد سعيد الجياشي معنا من بغداد لم يسمد وقف إطلاق النار الذي أعلنته بغداد في الفلوجة والذي كان من المفترض أن يستمر لثلاثة أيام كثيرا المسلحون وجهوا ضرباتهم بالصواريخ على المجمع الحكومي في السقلوية شمال الفلوجة وعلى قاعدة المزرعة شرق المدينة ما استدعى ردا على هذه الاعتداءات وفق ما أكده الجيش لم يكد يمضي يومان على هدنة أعلنتها وزارة الدفاع العراقية في مدينة الفلوجة شرق الأنبار حتى تجددت الاشتباكات اشتباكات سببها عدم توقف عمليات المسلحين ما يدفع الجيش إلى الرد على استهدافه شيوخ عشائر الفلوجة بحسب مصادر في المدينة يجدون صعوبة في التفاهم مع المسلحين فالمسلحون في انتقال مستمر ما بين مدن الأنبار ولا قيادة معينة لهم أو من يمثلهم قطاعات العسكرية العراقية عبر الهدنة وعبر الاعتداء الذي جرى عليها أسقط الذرائع كل أولئك الذين يقولون أعطونا فرصة للحل السلمي الهدف الأساسي من وقف إطلاق النار هو إخلاء المدنيين كذلك هو إشارة من القرار السياسي في بغداد إلى ممثل الأنبار برلمانيا وإلى رموزها من الشيوخ بأن لا هدنتها ستوقف المسلحين وأن المواجهة قربت الشرعية أعلى للمناورة العسكرية سواء كانت على مستوى عمليات محدودة أو عمليات مكتفة من قبل أهالي هذه المحافظة بل حتى من الحكومة المحلية التنقل بين مدن الفلوجة والقرمة والرمادي في الأنبار ومنها إلى مناطق الامسيب وجرف الصخر حيث حدود الأنبار مع بغداد أسلوب جديد لداعش يرمي إلى مصطلحة عليه بغداد بحرب أرض الأشباح فالمدن تفرغ من ساكنيها بالتهديد وتكون التالية في الهجمات ساعات تفصل عن انتهاء وقف إطلاق النار الممنوح من بغداد هدنة كان بانتظارها كثيرون كما أنها كانت كفيلة بإيضاح الصورة على الأرض يقول مراقبون لمن هم في الميدان ومن في السياسة عبدالله بدران بغداد الميادين يسعى تنظيم داعش في العراق الرامي إلى الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة إلى تقسيم محافظة الأنبار وضمها إلى سوريا زهراء ديراني والتفاصيل السلام عليكم وضع تنظيم داعش استراتيجية تقضي بتقسيم الأنبار في العراق إلى ثلاث ولايات وضمها إلى محافظة دير الزور السورية وبحسب مصدر أمني عراقي سيعين أمير على كل ولاية فيما ستنحصر السلطة الأمنية والإدارية عليها بيدوال يصدر الأوامر الشرعية والعسكرية والإدارية أما التقسيم فسيكون على النحو الآتي الولاية الأولى هي ولاية الرمادي تتكون من جزيرة الخالدية والشامية وجزيرة الرمادي والتأميم والرمادي داخل أما الولاية الثانية فتسمى الغربية وتضم هيط وعنة وراوة وحديثة والقائم والرطبة بينما تضم الولاية الثالثة المسمات الحزام جزءا من حزام بغداد المتاخم للأنبار وحزام الفلوجة في مناطق أبو غريب والكرمة والصقلوية والفلوجة وزوبع والشيحة والحمدانية داخل كل ولاية سيكون هناك ولايات صغيرة لكل منها مجميع مسلحة مرتبطة بأمير الولاية الصغيرة تتسلم الأوامر منه حصرا أما الهدف من اتباع هذه الألية في العمل فيعود إلى ضمان الحماية وعدم كشف التنظيم بالكامل وإذا اعتقل أحد عناصره فعندها سيصعب الوصول إلى البقية لكونهم يعملون على نحو مستقل هذه الهيكلية تعد من أحدث الطرق التي اعتمادها تنظيم القاعدة خلال السنوات الأخيرة بعد الضربات المتكررة التي تعرض لها هذه الاستراتيجية تتلخص في القضاء على نفوذ القوات الأمنية العراقية تدريجيا وترضها من الأنبار والتوسع في صلاح الدين وحزام بغداد إضافة إلى الاستلاء على المرافق الاقتصادية والصناعية والعسكرية فيها وبص النفوذ على المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسيطرة على الطريق الدولي لضمان وصول الإمدادات وتخفيف حدة الهجمات العسكرية التي تستهدف داعش في سوريا هذا كان كل شيء عود الآن إلى متابعة النشرة شكرا لزهراء أعود إلى ضيف سعيد الجياشي معنا من بغداد سيد سعيد داعش يسعى إلى ضم دير الزور وإلى تقسيم الأنبار إلى ثلاث ولايات هذا التقسيم برأيك هل لدى داعش القدرة الأمنية والعسكرية للدخول بهكذا تقسيم؟ وكيف نفهمه أيضا أمنيا وعسكريا؟ حقيقة قبل لا نتكلم في التقسيم داعش أعلنت عن ضم الشام وبلاد الدولة الإسلامية للعراق والشام أعلنتها بشكل واضح كإعلان إعلامي وبيان صحفي ليس له أثرا على أرض الواقع بقدر ما كانت تتمتع به حقيقة لفترة من مرونة على الأرض في واتي حوران والمناطق المحيطة به قبل ما تذهب المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لفرض سيطرتها ومحاربة داعش بهذا الشكل الذي يحدث يوميا اليوم إذا ما تكلمنا عن حقاق نعم التنظيمات الإرهابية ارتهنت بعض مناطق الأنبار حقيقة وفرضت أجنداتها بشكل أصبح واضحا قبل بدء العمليات الأمنية والعسكرية عليها أما اليوم فالرمادي هي أكثر من 90% تحت سيطرة القوات الأمنية وبيد أبناء هذه المناطق عندما نتكلم عن الأنبار علينا أن نقف على حقيقة أن أهالي الأنبار الغالبية العظمى من أهالي الأنبار هم جزء من الجهد الأمني والجهد العسكري في محاربة داعش وهذه التنظيمات الإجرامية اليوم ربما الأمر محصور في مركز الفلوجة ومركز الفلوجة أمام المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية واضح تماما ما هي التحديات وكيف يتم التعامل معها ولكن البعد السياسي بالعمل الحقيقة والرسالة الحكيمة التي تتمتع به هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية بإعطاء الفرصة حقيقة وأصطاط كل الحجج ذهبت إلى ما ذهبت عليه في هذه الهدنة التي انتهكتها هذه المجاميع الإرهابية نحن نعلم جيدا أن الأنبار بهذه المجالس العسكرية المفترضة لهذه الولايات الثلاثة اليوم الأمر مختلف اليوم الأنبار بالرمادي وبمناطق هيت مناطق عانا مناطق راوة حقيقة جنوب الرمادي أبو غريب لحد القرمة هذه مناطق حقيقة تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية وتحت سيطرة أبناء هذه المناطق أما الفلوجة في رأينا كخبراء أمنيين أن الحل في الفلوجة هو حلا أمنيا صرفا بامتياز لا يمكن حقيقة أن يكون هناك بدخل للسياسة في هذا الحل لما تمثله التهديدات على الأرض من وجود مجاميع إرهابية ارتهنت أبنانا وأخوانا بهذه المدينة فرضت أجندتها سيطرت على بعض المفاصلة الأساسية بالمدينة استطاعت أن تفجر حقيقة وتتعامل بكل وحشية مع أي صوت مع أي موقف حقيقة ينادي بوحدة العراق أو ينادي بالموقف الوطني تجاههم الأمور واضحة التحديات الأمنية واضحة أيضا ولكن التوقيتات في العمل مهمة جدا لحسابات سياسية وربما لا يفهم البعض أن قواعد الاشتباك التي يتمتع بها الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية هي قواعد اشتباك حاكمة تجنب المدينين قدر الاستطاع أي أثر أو أظهار تلحق بهم سيدي لكن كل هذه الأنبار والرمادي تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية ليس فقط لأنه تم القضاء على داعش بالكامل وعلى تصفية هذه الجماعات البعض يتحدث عن هروب داعش إلى حزام بغداد وإلى مناطق أخرى حقيقة داعش تحاول الوصول تحرك قلايا هنا وهناك في حزام بغداد أو في جنوب بغداد شمال بابل في منطقة جرف الصخر أو في استهداف أسواق كما حصل في المسيب قبل أيام حقيقة هذه رسائل يمكن أن تستخدمها الفصائل والمجاميع الإرهابية قدر ما تستطيع ولكن أن نقول هل تستطيع المجاميع الإرهابية أن تظهر أمام القوات الأمنية في حزام بغداد الجواب بوضوح كلا لا يمكن أن تشتبك أو تظهر بشكل مباشر في الاشتباك مع القوات الأمنية لسبب واحد سيدتي أن المعركة ربما لا يفهم البعض هي معركة بين مؤسسة أمنية ومجاميع إرهابية المعركة وطنية كل المواطنين في حزام بغداد والغالبية في الأنبار هم جزء من العمل الأمني حقيقة لتطهير مدنهم وإعادة كرامتهم فرض سيطرتهم وممارسة حياتهم الطبيعية في هذه المدن أعود إلى ضيفي الدكتور محمد الشيخ من دمشق دكتور حين نتحدث الآن وتتحدث بعض المعلومات والتقرير الغربية عن تسخين الجبهة الجنوبية لسوريا من الجهة الأردنية والحديث عن تمويل هائل وسلاح نوعي للجماعات المتشددة والمقاتلين لكي يدخلوا إلى درعة ومن درعة إلى العاصمة السورية دمشق سؤال هو في حال تورط الأردن بهذا الصراع كيف ستكون ردة الفعل السوري بالتأكيد سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تصعيد على حدودها سواء كان مع الأردن أو غير الأردن الجيش العربي السوري ما زال جيشا قادرا على صد الهجمات وهنا أريد أن أقول بأن الجيش لم يستخدم قوته كاملة في صد الهجمات الإرهابية ولكن القوة المختزنة طبعا تعلمون بأننا نحن كنا نقول أو نسعى منذ سبعينيات القرن الماضي إلى الآن إلى التوازن الاستراتيجي مع عدو إسرائيلي فبالتالي هذا التوازن الاستراتيجي جعل في مخازين العديد من الأسلحة النوعية التي يمكن أن تستعمل في صد أي هجوم لذلك الجيش العربي السوري جاهز على هبة الاستعداد من أجل صد أي هجوم هنا أريد أن أقول بأن المنطقة الجنوبية سخنت بسبب أن تركيا إن شغلت بمشاكلها لبنان أسست بها حكومة جديدة قد لا تتعاطى مع أزمة السورية كما تعاطت الحكومة السابقة العراق هناك تنسيق أمني وتنسيق بين الجيشين العربيين فإذن لم يبقى إلا الأردن الأردن هي الحلقة الأضعف لأن الأردن تعتمد اقتصاديا على المعونات الخارجية ومن يعطي هذه المعونات يفرض الأجندة التي يريد على الأردن لذلك الأردن لا تملك قرارها لا تملك أن تحدد ما تريد أشكرك دكتور محمد الشيخ باحث في شؤون الجماعات الإسلامية كنت معنا من العاصمة السورية دمشق كما أشكر ضيفي سعيد الجياشي الخبير الأمني والاستراتيجي أيضا كنت معنا من بغداد العاصمة العراقية شكرا جزيلا لكم أهلا بكم كشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن العام الحالي سيشهد دخول 460 ألف برميل في الانتاج النفطي من حقل غرب القرن 2 في البصرة وحقل بدرة في واسط جهاد قال أن شركة لوك أول الروسية وضعت لمسات نهائية لبدء انتاج نحو أربعمائة ألف برميل يوميا في حقل غرب القرن 2 الذي تمتلك منه نحو 75% فيما حصت شركة شتاة أول نحو 25% أكدت وزارة النفط العراقية أن شركة غاز البصرة ستبدأ تغطية حاجة العراق من الغاز بحلول نهاية العام 2016 بما في ذلك محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز وكيل وزير النفط العراقي فياب حسن قال أن التقديرات الأولية لمشروع استثمار الغاز المصاحب لحقول البصرة تشير إلى أن كميات كبيرة من الغاز المستخرج من الحقول تكفي لسد حاجة العراق تنوي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إطلاق قروض ميستر جديدة لدعم المشاريع الصغيرة من خلال صندوق الإقراض الذي يبلغ رأس ماله نحو 150 مليار دينار وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصر الربيعي أكد أن القانون الجديد سيمنحه عشرة ألاف عاطل من العمل قروضا من مبالغ الصندوق الملغة فيما سيتم منحه 15 ألف عاطل قروضا من ميزانية صندوق الإقراض إلى سوريا حيث كشف رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تشديد العقوبات على التجار الذين يبيعون سلعهم بأسعار باهظة شارفت على إنهاء مشروع القانون وبين دخاخني أن مشروع القانون سينص على عقوبات شديدة بحق التاجر أو البائع المحتكر أو المستغل لحاجة المواطنين ولفت إلى أن بعض العقوبات قد تصل إلى السجن أيضا في سوريا أكد وزير التجارة الداخلية سامير قاضي أمين أن الحكومة باتت تعتمد مؤسسة سندوس كمؤسسة لتدخل إيجابي وليست فقط مؤسسة لبيع الألبس والمنسجات ولفت أمين إلى أن الحكومة محافظة على وعدها بتدخل إيجابي في الأسواق واستراض كمية كبيرة من المواد الغبائية الرئيسية وهي إجمالا من الخط الائتماني الإيراني إضافة إلى تحديد نسب الأرباح في كل القطاعات التجارية ختم المجز وعودة إليك سلمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة